طبعاً السؤال اللي دايماً يخطر في بارنا على طول إنه كيف نقدر نتحكم في مصرفنا خاصةً في فترة الصيف طبعاً مع الإجازات يزيد المصرف بشكل كبير وتفلت مننا الأمور خصوصاً إذا فيه أولاد يبقوا كل شيء سفر ألعاب نشاطات لبس وكل أشياء الجديدة طبعاً هدع بيكون تحدي علينا كبير إنه كيف ننظم نفسنا الميزانية والأولاد والأهم إنه نعلمهم هما ينظموها بنفسهم حنتحدث عن هذا الموضوع عن التربية المالية عند أطفالنا كمان مع الدكتور عامر عشور واليوم كمان مفاجأتنا إنه معنا كريم عامر عشور ريساد صواحكم أهلاً في كباب المشاهد أول حاجة كريم هو اسمك حلو فيه كرم هذه بداية متفقين عليها كيف بتشوف أداء والدك في المنزل هل هو كريم أيضاً؟ نعم نعم يعني كريم وفي نفس الوقت منظم يعني كيف يعطيني هو إنه بس اللي بحتاجه أصرف بس اللي بحتاجه حلو ايو مش لازم يعني مثلاً لما بدو يعني أصرف أشتري إشي ملازم أشتري إشياء ما بحتاجهم حلو أنت ست تعرف إنه هاد الأشياء ما بتحتاجك كمان يعني ست تعرف تميز من كلامه عندي يا ملازم أجيبه كمان مرة آه أنت ماشي على مبدأ كأني والله أنت مغرس في كأني وبقوة يا دكتور عام أو هنيك تسلمي تسلمي يعني بداية الموضوع اليوم مرة حلو لأنه فعلاً موضوع إنه كيف نعلم أولادنا وكيف نعلم أطفالنا إنهم يتحمل المسؤولية وقيمة المادة هذه الوحدة ضرورة في صيف في أشياء كثيرة دخلت يعني دحينة وتحديات لازم نتعداها إن شاء الله في فترة الصيف بس كيف نقدر نستفيد في هذه الفترة لن نعلمهم قيمة المادة طبعاً فيه شغلة كثير مهمة يعني الأهالي بيركزوا وهذا حقهم إنهم بيركزوا على التربية الأخلاقية التربية الدينية التربية كل هاي بس فيه شغلة اسمها التربية المالية للأسف أغلب الأهالي تجهل أهمية التربية المالية التربية المالية هي بتعطي أفق لمستقبل الأولاد في الصرف أول حاجة إيش يعني تربية مالية حتى يستطيع المشاهد معرفتها إيوحش لخطك يا دكتور عامر تسلمي أول شيء توعية الأولاد كيف تستخدم المال إنه ابنك اليوم هو بده يستخدم هو شريكك في المستقبل أنت قاعد بتحصد المال وبتجنئ المال لا أبنائك وبالتالي لازم تعرفوا كيف يستخدم هذا المال فيه شغلة كتير مهمة اللي هي بداية التربية المالية بداية التربية المالية هي ما تسمى تعرف على ابنك بدك تتعرف عليه إنت عندك أولاد عندك بنات كيف بدك تتعرف عليهم أول حاجة فيه شغلة اسمها الجينات المالية إيش يعني الجينات المالية يعني هذا الولد شاطر بصرفش بتدخر بصرف مصرف زي أهله أو العكس أهله طب أقارنه مع أخوه هذا بتدخر بحوش هذا بصرف طب معلش خلينا أسأل كريم كريم أنت كيف بتقيم نفسك هل بتشوف نفسك مصرف لا لا مش مصرف ولا باب لأنه وجهك صح أيوة عشان باب وجهني صح ومش لازم أشتري يعني اللي ما بحتاجه رهم إنه بس مش لازم أصرف إنه أي شي بس اللي بحتاجه بشتريه أنا عافة شاكة فيك يا كريم تكون هذه جينات مالية تفضل صحيح فهي الجينات هلأ الجينات المالية كده تتعرف على ابنك أول حاجة شوف عنده جينات الإنفاق وفيه جينات الإدخار يعني وين هو بميل طبعا بميل لأنه يصرف كتير طب يستدي من إخوته طب يتداين طب يصرف أكثر إذن هذا منفق هذا بدك تدير بالك إنه أنت تعوده هلأ اللي بصرف كتير فيه شغلة إحنا منحطها منعملها إشيء اسمه ثقف يعني مننصح اللي بصرف كتير قل له هاي مصرف الأسبوع أنت عيش فيه ودبر حالك فيه لكن تعطيه كل يوم كل يوم كل يوم بتلاقي صرف أكثر من إخوته بعد كده فيه جينات الإدخار فيه بعض الأشخاص بتديهم فلوس ما بصرفها فبتلهوا بحافظ على هذه الأموال إذن هم عنده جينات وثقافة الإدخار طبعا ملاحظة هي تختلف من شخص لشخص دخل للأسرة يعني بتلاقي عندك أولاد بنفقه كتير الأولاد بتدخره يعني عندي صديق أنا عنده محمود وأحمد محمود من النوع اللي حريص جدا محمد عنده من النوع اللي بنفق واضح كيف فأنا حتى قلت له وجهته قلت له محمود حريص وأحمد منفق محمد منفق فمحمود سلمه المالية محمد سلمه الإدارة والماركتينج فخلص أنت بتتعرف على ابنك جينيا هو خلاص هو هيك في تركيبته فبالتالي على الأهالي معرفة أولادهم أولادهم طيب بعد كده كيف توعي ابنك ماليا بدي أوعي عشان أنا أعرف كيف بده يتدخر ولا ما يتدخر أول حاجة ثقافة المصروف هذه شغلة كتير مهمة في ناس اسأليهم كم ابنك صرف هذا الأسبوع ما بيعرف هو بقول لي بدي عشرين بدي خمسين بدي مية بدي هذا خطأ أول حاجة ثقافة المصروف أعطي له مصروف أسبوعي يعرف كم صرف بعدين راقبه صرفه بيوم أيوه بيومين على أطاري هذا الموضوع حكيني عن تجربتك لرحلة مكة أه أنت أخذت معك ألف أيوه أديني صرفت يومك كيف يلا يباليوم ما كنت أصرف لأنه أول إش الفندق فيه إفطار حلو فمش لازم بعدين مكة مش مكلفة أبدا صحيح خيصة جدا وكنت فطر في النهار أفطر وبعدين أتغدى قبل المغرب بشوي أوك أروح للمطعم هذا بيك عرفتو كيف يحتاج تقوله خلاص بعضين ما أكل وخلاص انتهيهم ما كنت تشتهي تروحها تشتري حاجة تجيب شغلة لهم الولاد بيجيبوا أيوه فخلاص هو مام تلامته على شغلة إنه ليش ما جيبت هدايا أيو لم يجبت هدايا قالها ماما كأني جيبت هدية كأني كأني جيبت هدية أو ما جاب واو لا لا ما شاء الله يعني طب هذي جينات جينات هذي جينات ما شاء الله طيب بعد كده اللي هو التفاوض وهذي شغلة كتير المهمة التفاوض في الشراء علم ابنك كيف يتفاوض أعطي له مبلغ قوله روح اشتري من هذي الاشي خليه يتفاوض كيف واضح طبعا أنا عندي كريم مثلا في التفاوض ذكي جدا وشاطر أنا علمته شغلة ما شاء الله سياسة نصف السعر سياسة نصف السعر على طول قال لك هذي مية قوله بخمسين هذي اسمها سياسة التفاوض علشان أنه أنت تتعلم كيف تتفاوض معه مستقبل تاجر صغية لا بشاء الله واضح من كريم أنه حيطلع ليك يا دكتور عامل بس أهم شيء أنه كمان لازم يعلمهم أنهم يحبوا نفسهم ويتدلعوا يعني حلو أنه كمان أنا علمته يعني أيوة علمته الفرق بين البخل والحرص أيوة البخل هو الامتناع عن شراء السلعة أنت محتاجها يعني كأني مع ماما هذه تعملها ولو يا كريم يعني كأني لا تروح تجيب لها هدية أوعت عيدا برة تالية عزعة منك فبالتالي فيه الفرق ما بين البخل والحرص البخل هو الامتناع عن شراء السلعة أنت محتاجها الحرص الامتناع عن شراء السلعة شراء السلعة موجودة عندك بديل يعني في عندك بلاستيشن ليش أجيب لك كمان وحدة في عندك جوال ليش أجيب لك الأحدث وكذا وبالتالي بعد كده ثلاثة اضعوا فيه اختبار مالي كريم أنا وضعته في اختبار مالي خليته يسافر وروح شب كيف بده ينفق كان معه فلوس كان معه كريدت عنده هناك عماته لو خس عليه أنا بوجهله حجز له فنده حجز له كل شي بحيث أنه أنا أختبره يكون كيف هو ثقافته هل هو من النوع اللي بصرف هل من النوع اللي بتدخر هل من النوع اللي هو حريص فبالتالي اضع ابنك فيه اختبار مالي اليوم فيه اجازات عندنا كتير وفيه أنشطة أعطي له فلوس قل له هذا المبلغ إحنا مسافرين هاي هذا المبلغ يكفيك في الصرف راقب في الصرف طيب بعد كده وهذه كلمة كتير مهمة قل لا لابنك هذي شغلة كتير مهمة مش كل اللي بطلبه نعم نعم لازم لازم الابن يسمع كلمة لا هذي حقيقة اه يعني ما بنفعلهش لأنه بتعود لما يكبر كل شيء وعلى فكرة حيكون متعب يعني لو نبتكلم كمان خصوصا مع بنت إذا فضلت العيلة نعم 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 حتى لما تتزوج لما تقبل على حياة جديدة ما حتتقدر ما بتعرفي جوازها يقدر اللبين يقولها بالزبط ما حتتقبلها أو دلعها بابا ما بتعرفي فبالتالي لازم دايما الطفل يسمع كلمة لا لا طيب شو كمان ازرع ثقافة الادخار اي ها طيب كيف زرعناها بثقافة الادخار كريم فيك تحكي بابا يلا أدينك أول ما كبرت عملت حصالة اه بابا عمل لي حصالة أولي شيء لما كنت صغير فكنت أحط فيها يعني كلما يعطيني عشرة عشرين أحط فيها أحط فيها و العديد و عديد و عديد و هيك أو تيتا كان تيجي عنا تحط لنا حتى لك عدي الله خلي لك فيها فبعدين يعني أنه جمعت لما كبرت فعرفت كيف أحوش يعني عرفت هلا كيف أحوش هلا مثلا بابا بيعطيني مية فبطلع مع صحابي اللي بيضل معي بخلي معي فبجمع هلا حلو كم حوشت يا كريم هلا محوش محوش فيه فيه مبلغ الله يجيد طبعا فيه ملاحظة لما كان يتدخر كنت كافؤ فيه كتير أدوات في المكافأ طبعا أنا اليوم مثلا قديته مبلغ صرف من المتين ستين بقول له بابا دين المية واربين وهي متين بحيث أني أنا أكافؤ طب لقيته هو بالدخر عديته كذا كذا أوكي أنا بجيب لك الألعاب وبالتالي فيه شغلات كتير مهمة أنه لما تزلع تقافة الإدخار عشان يتشجع على الإدخار صحيح لأنه بتصل لمرحلة الإدخار هي حرمان طيب شو كمان بعديك استخدم أسلوب كأني وهذه شغلة كتير مهمة مع الأطفال خلص كأني شريت كأني هذا أذكر قصة حكتها زميلتك أنه ابنها رح بده يشتري شغلة فقالت له خلص تصور معاه وهذا كأنه شريت بالزبط بس صحبة هذه صحبة هذي أكا كان كلب أنا زميلتنا مهد أنه وجهها لتحية بس أنه كاتب شايلة هم الكلب أنه مسؤولية فقالت له خلص كأنك يعني إذا لعبت معاه سهل أنه يلعب ويرجع بس في أشياء مايفاء أقول لي ابني كأنك هيحس نفسه محروم لا 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 في خط معين ما بقدر الواحد يضغط على الطفل أكتر منك أول حاجة في أساسيات يعني مثلا مش موجود عنده مشغلة أو إشي ويستخدم مع أسطوب كأني بحس أنه في حرمان إحنا نستخدم دائما أسطوب كأني في المبالغة في الإنفاق صحيح صحيح هذا واحد اتنين عشان يستخدم أسطوب كأني أنا بقدم نصيحة لزميلتك أنه المبلغ اللي كنت بديك تشتريه فيه كلب الدخري لا أبشرك اشترت الكلب واخدت معا كلب مجاني هدية دانية أموما دكتور عامر عشور في آخر نقطة ولا خلاص يعطيك العافية يا رب وكل تشكر لك ومن جدة الله يحمي لك كريم وإن شاء الله تفرح منه يا رب كل تشكر لك دكتور عامر عشور نروح فاصل وشكرا لك كريم طبعا يعني الله يعطيك العافية